موسيقى أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا الجزائرية الهولندية تختتم بتبني جملة من التوصيات والتدابير التي من شأنها إعطاء دفع للتعاون الاقتصادي خلال السنوات القادمة موسيقى توزيع أكثر من أربعمائة وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان متواصلة بالمسيلة موسيقى فرص الاستثمار متاحة ضمن طبعة الحادية والخمسين لمعرض الجزائر الدولي والتي اختارت الصين ضيفة شرف موسيقى انطلاق أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والجزائر تستلم رئاسة الدورية للمجلس موسيقى نشرة الخامسة مشاهدان الكرام أهلا بكم نستهل النشرة بالتعاون إذ استقبل اليوم الوزير الأول أحمد ويحيى وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيفانيس إبراهيم بلوك اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل كما تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل مع نظيره الهولندي ستيفانيس أبراهيم بلوك هذا واختمت أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل ونظيره الهولندي ستيفانيس أبراهيم بلوك اختتمت بالاتفاق على محضر الدورة الذي يتضمن تبني جملة من التوصيات والتدابير التي من شأنها يطاء دفع للتعاون الاقتصادي خلال السنوات القادمة الاتفاق وقعه كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل ونظيره الهولندي من جهة أخرى وقع وزير المالية عبد الرحمن رويا ورئيس الدبلوماسية الهولندية على اتفاق حول تفادي الازدواج الضاربي الذي يأتي تكملة لاتفاق ترقية الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة عليها في 2007 هذا وسمحت الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي وتكنولوجي بين الجزائر وهولندا برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل ونظيره الهولندي ستيفانيس أبراهام بلوك سمحت بتقييم كامل لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين لسنتين الأخرتين ورصد الأولويات في القطاعات المهمة القابلة للتطوير والترقية كقطاع التاقة والنقل البحري وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسيقى 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 المترجم للقناة 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 التابعة لها سوناتراك أشارت إلى أن هذا الاتفاق يعد ثمرة إجراء بيع تنفسي وأنه سيتم تحويل ملكية مصنع التكرير وأصوله إلى سوناتراك مع نهاية سنة 2018 مع مراعاة بعض الشروط لسيما الموافقة على هذا البيع من قبل سلطات المكلفة بالمنافسة وحسب بنود العقد ستعمل سوناتراك بشكل وثيق مع إيسو إيطاليانا وإكسو الموبيل لضمان استمرارية أو استمرارية فعلية لاستغلال مصنع تكرير أوغيستا خلال الفترة الانتقالية وبعدها ومع اقتناء هذه النهائية ثلاثة سترتفع استقلالية استهلاك الجزائر من حيث المزوت والبنزين بعدة أيام من الاستهلاك تم اليوم بمقر منتدى رؤساء المؤسسات بالعاصمة تنظيم لقاء من قبل النادي التقوي حول كيفية تسيير المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية بحضور مختلف الفاعلين في المجال وكذا خبراء وممثلون أجانب لمختلف المؤسسات الناشطة اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحقيق الأمن الطاقوي والنهوض بالطاقات المتجددة كبديل اقتصادي تعلمون جيدا بأن الحكومة لها برنامج مهم في هذا الميدان ونحن كمنتدى رؤساء المؤسسات وكرؤساء المؤسسات نود أن نساهم بطريقة فعلية وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الطموح لأن الهدف وراء كل هذا هو الأمن الطاقوي الذي هو من الأولويات الأساسية لكل الدول بالخصوص لدولة جزائرية وطبعا أنتم تعرفون أن برنامج الطاقات المتجددة تم إدراجه من طرف رئيس الجمهوري لأنه من الأولويات الأساسية لسياسة الطاقوي الجزائرية كمنا قدمنا عرض فيما يخص الخبرة لمنجمع زونغاز في إنجاز المشاريع الأولى كمستثمر عمومي فيما يخص طاقات متجددة اللي كان كلف من قبل الدولة الجزائرية في تسليل المشاريع الأولى لمرنامج الطاقات المتجددة اللي كان سطر سيد رئيس الجمهورية في 2011 ومشينا في هذا السياق كأولوية وطنية نظمت الغرفة والجزائرية للصناعة والتجارة المنتدى الاقتصادي حول فرص الاستثمار بالجزائر في إطارية دورة السابعة والعشرين بعد المئة لمجلس اتحاد الغرف العربية وهو اللقاء الذي ينظم لأول مرة بالجزائر بغية عرض فرص الشاركة والاستثمار والتعريف بالإجراءات المحفزة التي وضعتها الحكومة بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية اللقاء حضره ممثلو بعض الوزارات ورؤساء الغرف العربية وأرباب العمل وفرص الاستثمار تتيحها طبعة الحادية والخمسون لمعرضي الجزائرية الدولية الذي يفتح أبوابه ابتداء من اليوم للزوار هذه الطبعة اختارت الصين ضيف شرف في مناسبة مرور ستين سنة على العلاقات بين البلدين لسيما وأن حجم المبادلات بينهما قد بلغت ثمانية ملايير دولار التفاصيل مع حمزة أحمد بلقسان الجزائر والصين شراكة اقتصادية وتجارية متميزة بحجم مبادلات تجارية يفوق ثمانية ملايير دولار شراكة اقتصادية تم تسيدها من خلال المشاركة الدورية للصين في معرضي الجزائرية الدولي والتي كانت فيه ضيف شرفي هذه الطبعة لانتقصادية ميتها من خلال المشاركة سمع المتحدة في الجزائر والصينات 58 مؤسسة صينية شاركت في هذا المعرض حيث أكد أصحاب هذه المؤسسات التحسن الكبير لمناخ الاستثمار في الجزائر والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والصينية تضمن أيضا نقل التكنولوجيا الحديثة. لدينا أمل كبير في السوق الجزائرية ونحن ندرك جيدا أنها سوق كبيرة وواعدة كما توفر فرصا للشركة الاقتصادية وهذا ما نركز عليه من خلال تطوير الاستثمار في هذه السوق. مشاركة الصين في معرض الجزائر الدولية تزامنوا الذكرى الستين لإقامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في قطاع السكن برنامج ثاري بمختلف الصياغ استفادت منه ولاية المسيلة خلال هذه السنة. وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان متواصلة أكثر من أربعمائة عائلة استفادت من مساكن جديدة ضمن السكن العمومي الإيجاري. والإتصار والتفاصيل. بعد معاناة دامت سنواتها هي أكثر من أربعمائة عائلة بولاية المسيلة تستفيد من مساكن جديدة ولائقة ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري. العملية مست عدة بلديات بالولاية على غرار بلدية الشلال المعاريف وبلدية ولاد ماضي وخطوة سيد الجير. يا الله يرحم الشهادة وكثر خير رئيزة تفريقا والحمد لله الحلم تحقق. نشكر فخامة الرئيس بوتفريقا ونشكر الجزائر ونشكر الدولة الجزائرية. استفدنا بسكن اجتماعي بعد معاناة. نشكر الرئيس بوتفريقا. كله فيه يعطيه الصحة. هذا واستفدت الولاية من برنامج سكني جديد قوامه 16 ألف وحدة سكنية من مختلف السياح. برنامج فخامة رئيس الجمهورية أكثر من 10 ألف سكن سوف ينطلق في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. وهذا ناهيك عن البرنامج التي استفدت به الولاية في الأيام الثانية والآخرة. وهو 6 ألف سكن منها أربعة ألف سكن ريفي وألفين سكن لسيغة الألبيع. وهذا طبعا بين المواطنين والولاية المسيلة والتي فيه وثيرة إنجازات وثيرة إن شاء الله تسليم المفاتح قوية إن شاء الله. مشاريع سكنية هامة ستساهم بلا شك في تقليص أزمة السكن بولاية المسيلة. في الذاكرة التاريخية حيات ولاية ولغواط الذكرى الثالثة والسبعين لمجازرية الثامن من مايه 45 بوقفات للترحم وندوات وتدشين العديد من المشاريع على غرار مسبحين شبه أولمبيين بمدينة الأغواط وتزويد 160 عائلة بالغاز الطبيعي ببلدية قصر الحيران. وتحت شعار أبشع جريمة في حق الإنسانية أحيى الجمعية مشعل الشهيد ببشار بالتنسيق مع المصالح الجهوية للجمارك الذكرى الثالثة والسبعين لمجازر الثامن من مايه 45. وهذا بوقفات للترحم على أرواح الشهداء ونشاطات متنوعة تبرز أهمية استحضار هذه الذكرى. بمقبرة سيدي فرج بالعاصمة ووريا أثر اليوم جثمان والمجاهد والإعلامي عبدالقادر نور الذي وفته المانية أمس عن عمر نهز 87 سنة. وهذا بحضور وزير الاتصال جمالك عوان وبعض من رفقاء درب الفقيد في الجهاد ومسار الإعلام وعدد من أصدقائه وأفراد عائلته. فقيد كان مجاهد كان أصوات إدعاءة الطورة الجزائرية وكان من مشاهدين منظومة الإعلامية الجزائرية بعد الاستقلال إنسان متالي وإن شاء الله يكون قدوة لشباب اليوم صحفيين ورحمة الله عليهم رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته أكد بيان لوزارته الدفاعي الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس والبليدة وتبسا وفي السياق نفسه وإثر عملية بحث وتمشيط ببرج بوري ريج كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 12 مخبأ للإرهابيين وثمانية قنابل تقليدية الصنع في حين استرجعت مفرزة أخرى بندقية مضخية وكمية من الذخيرة وكشفت ودمرت مخبأين ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى بجيجل وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش 39 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران في حين أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة أشخاص متورطين في شبكة لعمليات الهجرة غير الشرعية بمستغانم كما تم توقيف 13 مهاجراً بطريقة غير شرعية بعين صالح في إطار محاربة الجريمة المنظمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات الشبكة متكونة من خمسة أجانب وثلاثة جزائريين ينشطون بمحور العاصمة وعدة ولايات جنوبية حدودية سيحالون إلى وكيل الجمهورية المختصة إقليمياً مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدر الصلب تكون من خمسة رعاية أجانب وثلاثة جزائريين تم حجز واحد كيلوغرام من الكوكاين والهيروين عشرين هاتف خلاوي واثين وعشرين مليون صمتين الموقوفين سيحالون إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً للنظر في قضيتهم وإثرى الاستغلالية الجيد لمعلومات تفيد بمحاولة إدخال مواد محظورة عبر شريطها الحدودي للغربي للوطن تمكنت الفرقة والمتنقلة للشرطة القضائية لدائرة ابن بسعيد بيتنمسان من حجز خمسة قناطير وخمسة وثلاثين كيلوغراماً من المخدرات نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضاً رفض دولي لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وطهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم وأسعار النفط تتجاوز عتبة 76 دولاراً للبرميل أهلاً بكم من جديد بمقر الهلال الأحمر الجزائري سلم السفير والصينية يانج وانج يو بالجزائر مساعدة مالية دعماً للجهود الإنسانية الموجهة للشعب الصحراوي تسلمها رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحابين يحيا وبحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيد بن حبيلس السفير الصيني أثنى في المناسبة على الجهود الإنسانية المبذولة لدعم القضية الصحراوية وإصرار الشعب الصحراوي على الإنعتاق والتحرر وأكد أن بكين ستواصل دعمها للقضايا العادلة في العالم انطلقت اليوم بالقاهرة أشغل الدورة التاسعة والأربعي لمجلس وزراء الإعلام العرب بتسليم الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي وخلال تدخله في أشغال الاجتماع أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها الإعلام العربي وعلى ضرورة تعزيز دوره من أجل الرقي إلى مستوى عال من التنسيق والشراكة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المفروضة بمختلف أبعادها في المناسبة ثمن نذير العرباوي مواقف الجزائر الثابتة تايزة الظروف التي تمر بها المنطقة العربية إن مواقف بلاد الجزائر الثابتة والمبدئية إزاء هذه الظروف التي يمر بها منطقتنا العربية مبنية على الأسس والمبادئ السامية التي تحكم العلاقات الدولية من لا سيما احترام السيادات الوطنية لكل دولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتفضيل الحوارات الهادفة والتوافق لإزالة مظاهر التوتر وتجاوز الخلافات والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والسياسية عبر الحوارات الشاملة والمصالحة الوطنية بين أشقاء أبناء الوطن الواحد أصحاب المعالي والسعادة إن حرية الصحافة أصبحت واقع في الجزائر ومكرسة يوميا ويحق للجزائر تحت قيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفريقة أن تفتخر بما حققته من مكاسب وإنجازات في مجال حرية الصحافة والإعلام وهي في طالعة الدول التي تحترم هذه المهنة النبيلة ولا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها إلى جديد الملف النووي الإيراني قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده المفاجئ من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم إبرامه عام 2015 قرار شكل صدمة كبيرة لدى المجموعة الدولية وأكثر تفاصيل مع فهد يحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران فاتحا الباب أمام عودة فرض عقوبات على طهران موقف ندد به الاتحاد الأوروبي الذي أصر على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وهو ذات المسار الذي سلكته عدة دول معربة عن قلقها العميق إزاء الانسحاب الأمريكي طهران من جانبها لم تتفاجأ بالقرار مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة واعتبر ترامب أن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن عيوبا انتقدها مرارا وتتعلق بمسألة عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وبتوقيع الرئيس الأمريكي مرسوما يقضي بإعادة فرض عقوبات على طهران فإن ذلك سيعيد العمل فورا بتنفيذ عقوبات كانت موجودة من قبل تلك العقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني والتعاملات مع بنكها المركزي إلى جانب عقوبات تتعلق بصادرات الطائرات إلى إيران وتجارة المعادل وتزامنا وقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في خطوة من المرجح أن تحدى من صادرات إيران العضو في منظمة أوبيك من النفط الخام ارتفعت اليوم أسعار النفط بأزيدة من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام وارتفع خام والقياس العالمي إلى 76.66 دولارا للبرميل في أعلى مستوى خلال جلسة اليوم مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر 2014 إلى كوريا الشمالية حيث وصل اليوم زير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو للاجتماع مع الزعيم كيم جونغ أون تحضيرا للقيمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة على مستوى القادة نهاية الشهر الجري يأتي هذا تزامنا والقيمة الثلاثية التي انطلقت صباحا اليوم بطوكيو بين زعماء كل من كوريا الجنوبية الصين واليابان لبحث تقارب الكوريتين الأخير إلى أخبار الرياضة وفكرتها القدم يواجه اليوم المنتخب والوطني للمحليين نظره السعودي وديا بملعب رامون دو كارانزا بمدينة كاديكس الإسبانية بداية من الساعة السابعة ونصف بتوقيت الجزائر في مقابلة تدخل في إطار استعدادات تشكيلتين للمنافسات المقبلة حيث ستكون بمثابة فرصة للعناصر المحلية من أجل كسب ثقة الناخب الوطني ربح ماجار والذفري بمكانة في المنتخب الأول نبقى في عالم الرياضة إذ نظم نادي الرياضية الهاوي للتسلق والرياضات الجبالية بتلمسان جولة في رياضة المشي بأعالي تلمسان لاستكشاف المنطقة وممارسة الرياضة في إطار الطبعة الأولى لعيد رياضات الطبيعي يوسف رزيغو تفاصيل هي نزهة بطابع رياضي سياحي وتقافي يتهيأ هؤلاء لخوضها بأعالي تلمسان ببلدية ترني بنهديل نزهة ستسمح لهم بممارسة رياضة المشي بفوائدها المتمثلة في رفع اللياقة البدنية والتخفيف من التوتر وإراحة الأعصاب بعيدا عن ضوضاء المدينة إلى غيرها من الفوائد التي تتقاطع مع استكشاف المنطقة في جانبها الطبيعي المريح والسياحي سوف نذهب إلى رندون إن شاء الله لعين صفا منطقة تريق لقرط تريق لقرط تريق لقرط تريق لقرط تريق لقرط تريق لقرط المشي لساعات طويلة دو قيمة كبيرة عند هؤلاء محبية المغامرة هو المدعو المشي في الطبيعة يحسن الصحة والمزاج ويخلص من ضغوطات الحياة ويسمح بممارسة السياحة الداخلية واستكشاف كامل ربوع الوطن ختامها ثقافة إذا احتدنا المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطيلة أصارت الافتتاحية لمهرجان الانشاد في طبعته السابعة والذي عرف مشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية أصارت الأولى أحياه الفنان التركي إسماعيل جوشار وسط حضور كبير للجمهور القسنطيني زكريا تهامي يعود المهرجان الدولي للانشاد في طبعته السابعة بتوقع جديد لمحبيه وعشاق هذا الطابع الانشادي والذي ظن هذه المرة العديدة من البلدان العربية والأجنبية هذا المهرجان يحمل في طياته هذا العام أسماء كبيرة من العالم وأسماء كبيرة أيضا من الجزائر الجديد في هذه الطبعة هو الجمع بين الانشاد التقليدي والانشاد الحديث بمدارسه الصهرة الافتتاحية للمهرجان شهدت إقبالا متميزا من الجمهور القسنطيني الذي شنفت أسمعه في البداية فرقة تركية في أجواء رحانية رائعة اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى بني الجمال بفاهم البفا بدي إحساس جميل ما نتواجد بفقة الأصدقاء الجزائريين وفي بلد إسلامي خاصة أن هذا البلد يتقسم معنا نفس العادات والتقليل وأنا جد سعيد بتوجدي هنا الصهرة يعني من أرواح ما يكون يعني ما كناش خلاص نتصوره أن نجي ونلقوا يعني هذا الشيء في مدينة سكاستنطينة بالذات يعني وسمت سعنا يعني الحمد لله تجربة مليحة يعني يجيبون حوش كما هكذا ونسعرفوا على موسيقيين كما نقولوا عالمي كما هذا الموعد سيكون إذن على مدار ثلاثة أيام بركح المصرح الجهوي محمد الطهر الفرقاني لتتداول عليه أبرز النجوم والفرق العالمية والجزائرية وبرزنمة إنشادية ستطرب حتما عشاق هذا الفن هذا الآن تذكرون بعناوين النشر أشغل الدورة الثالثة للجنة العليا الجزائرية الهولندية تختتم بتبني جملة من التوصيات والتدابير التي من شانها أعطاء دفع للتعاون الاقتصادي خلال السنوات القادمة توزيع أكثر من أربعمائة وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان متواصلة بالمسيلة في النشر تترقنا إلى فرص الاستثمار المتاحة ضمن طبعة الحادية والخمسين لمعرض الجزائر الدولي والتي اختارت الصين ضيفة شرف انطلاق وأشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والجزائر تسلم الرئاسة الدورية للمجلس شكرا على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة